موسيقى كيفية استخدام شريط المهام ووظائفه المختلفة معلم حضرتك أننا أخذنا فكرة بسيطة عنه في فيديو سابق نتعرف أولا حضرتكم على مكونات شريط المهام شريط المهام يتكون من الأجزاء الأتية حضرتكم أول جزء حضرتكم هو زر Start الذي يقع أقصى اليسار على شريط المهام طبعا خذنا زر Start في درس كامل على مكونات القائمة Start شريط المهام حضرتكم يتكون برضو من الجزء الأوسط الجزء الأوسط حضرتكم اللي هو ده هذا الجزء بيحتوي على أيقونات موجودة بجوار زر Start وهي الأيقونات دي حضرتكم اللي اسمها Internet Explorer والأيقونات دي اللي هي Windows Explorer والأيقونات دي حضرتكم اللي هي Windows Media Player دول الأيقونات الأساسية الخاصة بWindows 7 لكن الأيقونات بتاعت الفاير فوكس دي دي أنا ممكن أضيفها حضرتكم على شريط المهام هتعرف عليها زي نضيفها إن شاء الله فيما بعد طبعا البرامج دي حضرتكم عشان أشغلها أشغلها بنقرة واحدة يعني لو برنامج مثلا زي الفاير فوكس ده لحبيت أشغاله أنقر نقرة واحدة بس وهو على شيط المهام هيشتغل البرنامج لكن اللي يكون على دي سكتوب دي هتحتاج إن أنا أنقر نقرتين عليه عشان البرنامج هيشتغل والجزء الأوسط ده برضا حضرتكم بالإضافة إلى هذه الأيقونات بيحتوي على أسماء البرامج والملفات والنوافذ المفتوحة اللي أنا ممكن أبدل بينهم بسهولة دي خدنا فكرة عنها جاب كده حضرتكم يعني مثلا شغلنا برنامج الورد ألقيه ضف لأيقوناه هو على دي على إيه في جزء إيه الأوسط برنامج الكالكولاتور ضف لأيقوناه فأنا ممكن أبدل بينهم عن طريق شريط المهام بالشكل ده أعمل كليك إيه عليه يتكون حضرتكم أيضا شريط المهام من جزء يسمى النتوفيكيشن أريا وهي منطقة الاستشعار اللي دي بتقع حضرتكم على يمين شريط المهام وتحتوى هذه المنطقة على الوقت الحالي اللي هو ده وعلى بعض الأيقونات المرتبطة ببعض البرامج مثل برنامج مضاد الفيروسات مثلا أو يعني لو جينا ضغطنا على السام ده حضرتك هتلاقي ده برنامج دي بفريزة هون نازل على الجهاز بيحط له أيقوناه في منطقة الاستشعار في منطقة الاستشعار اللي هي النتوفيكيشن أريا لو نعمل برنامج مضاد للفيروسات برضه يحط اسمه هنا حضرتكم يعني في بعض البرامج بتحط اسمها في النتوفيكيشن أريا يعني هذه المنطقة تحتوى على بعض الأيقونات المرتبطة ببعض البرامج مثل برنامج مضاد الفيروسات أو برنامج دي بفريز بالإضافة إلى التحذيرات وتنبيهات التي قد تظهر في أوقات معينة أثناء العمل ويوجد أقصى اليمين حضرتكم بشهد المهام بجوار الوقت الحالي زر يسمى شو ديسكتوب اللي هو الضرور ده اللي خدنا فكرة عنه قبل كده اسمه شو ديسكتوب أي إظهار صبح المكتب هنتعرف على الأجزاء دي بالتفصيل إن شاء الله في هذا الفيديو أنجح دلوقت إن شاء الله كيفية التحكم في شريط المهام أول حاجة نتعلمها حضرتكم اللي هي ناقل شريط المهام أو تغيير حجمه اطلع حضرتك عندما تقوم بتثبيت ويندوز 7 بيكون حجم شريط المهام سابت بحيث لا يمكن نقله أو تغيير حجمه وعشان حضرتك أقدر أحرار شريط المهام كي يتمكن من نقله إلى أحد جوانب في سطح المكتب أو تغيير حجمه أعمل يا حضرتكم يا لو حبيت أحسحب شريط المهام أو أغير حجمه ومش هينفع طيب عشان أعمل الموضوع ده طبعا شريط المهام عارفينه طبعا بيقع أسفل الشاشة الوضع الافتراضي بتاعه له أسفل الشاشة لو عملتك ليك كايمين عليك لحضرتك وما تظهر القيمة المختصرة دي ففي أمر اسمه look the taskbar جانبيه علامة الصحة أشيل علامة الصحة دي حضرتكم في الحالة دي بان أعملت تحرير للتاسك بار لو حبيت أكبره شوية أشور على الحفة الخاصة بي دي اطلاع صحضرتك أن الماوس أصبح زي ساهم رأسك كده بالشكل ده أضغط وأسحب في الحالة دي أنا أكبرت شريط إيه المهام طيب لو حبيت أنقل شريط المهام إلى يمين الشاشة أضغط وأسحب كده ناحية اليمين ألاقي الشريط المهام ده حضرتكم أن تنقل على يمين الشاشة ودي قيمة start طيب أضغط وأسحب عليه كده في أي مكان خالي حضرتك بضغط وأسحب بضغط وأسحب في أي مكان خالي كده عشان أقدر أغير إيه مكانه حطيته أعلى الشاشة هو ودي قيمة start طيب أضغط وأسحب تاني كده بالشكل ده حطيته على إيه سار الشاشة ودي قيمة start أحي برضو أرجعه في مكانه حضرتكم مكان طبيعي يبقى اللي عملت كليك كايمين على taskbar هتظهر القيمة المختصرة هنا هتلاقي look the taskbar شيلت علامة الصح يبقى كده taskbar ممكن أن أنجله في أي مكان عليه على الشاشة ناحية اليمين أو ناحية اليسار أو أعلى الشاشة أو أسفل الشاشة لكن لو ضغط كليكة تاني كده اللي أحطيلي علامة صح جنبيها يبقى كده مش أقدر أنجله من مكانه أنا أخد الوقت إن شاء الله كيفية إظهار أو إخفاء شريط المهام عشان أخفي أو أظهر شيط المهام حضراتكم هعمل كليك كايمين كده على taskbar واختار الأمر بروبرتز هتظهر لي النافذة دي حضراتكم احنا أخذنا فكرة للفيديو السابق على الستارت منيو حاليا هنأخذ إن شاء الله التبويب اللي هو اسمه taskbar لو أنا هنا حضراتكم في عندي هنا look the taskbar اللي احنا أخذناها من شوية دي طريقة أنا ممكن أعمله look أو unlock في هنا حضراتكم auto hide the taskbar لو عملت كليك عليها كده يبقى ال taskbar هيختفي بطريصور هي تلقائية كده اختفى حضراتكم taskbar في ملحوظة مهمة حضرتك إن شريط المهام لا يختفي تماماً من سطح المكتب لكنه يبقى شريط على شكل خط رفيع جداً يكاد لا يظهر فإذا اخفيت الشريط وأردت إظهاره موقعاً حضرتك مجرد بس إنك تقوم بوضع مؤشر الماوس تماماً فوق الخط الرفيع الذي حل محل الشريط سيظهر شريط المهام وإذا حركت مؤشر الماوس بعيداً عنه سيختفي شريط المهام مرة تانية أخرى يعني لو جيت حينها حضرتك كده يظهر شريط المهام ما شير بعيد من الماوس اختفى شريط المهام لو حبيت أظهره تانا حضراتكم هعمل كليك أيامين على taskbar واخترق روبورتز واجه هنا حضراتكم أقوله هنا ايه auto hide the taskbar أشيله عن طوص صحي قدامها فكده أقوله ايه اوكي او apply لو عملنا لو جيبنا خصائص taskbar مرة أخرى ايه حضراتكم اللي ممكن أعمله من هذا الصندوق من هذا الصندوق ايه الحواري من هذا الصندوق قلنا حضراتكم ممكن اعمل look ممكن اعمل auto hide ممكن اقوله هنا use small icons اظهر الايكونات صغيرة على taskbar ايه ممكن اعمله حضراتكم من هذا الصندوق الحواري هشيله عن طوص صحي قدام use small icons حضراتكم يقوله هنا ايه taskbar location on screen button يعني ما كانت taskbar على الشاشة button الاسفل لا حضراتكم لو انا فتحت القائمة دي حضراتكم واختارت right وكذا قلتوله اوكي هلجي انتقل ناحية اليمينة نعمل click يمين تانا حضراتكم اختاري بروبرتز ممكن برضو حضراتكم من هنا اختار اقوله top او left او bottom top يعني اسفل الشاشة left على يسار الشاشة right يمين الشاشة top معناها ايه اعلى ايه الشاشة اصبح اعلى الشاشة وممتلك يمين عليه حضراتكم بروبرتز ارجعوا مكان الطبيعي حضراتكم bottom واجه يقوله هنا ايه اوكي اشتراك موسيقى 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 نشرح الينا حضراتكم كافية استخدام منطقة الاستشعار اللي هي النتوفيكيشن اريا اللي هي المنطقة دي حضراتكم. احنا قلنا حضراتكم قبل ذلك ان منطقة الاستشعار بتقع من شريط المهام وممكن اتخدمها في الاتة حضراتكم. ممكن اتحكم في اعدادات التاريخ والوقت. هناخدها ان شاء الله بعد شوية. نتعرف على تاريخ اليوم. بمجرد حضراتك ان انا اقف كده على التاريخ كده لمدة ثواني. اللي جي كتاب للتاريخ هنا خمسة فبراير عشرين وواحدة وعشرين. اعطاني تلميح عليه. اللي عملتك كده كده. ظهر ليه التاريخ وايه هو الوقت. لو حبيت غير التاريخ والوقت حضراتكم. اضغط على change date and time setting. هتظهر لي النفذة ديه. اختار منها change date and time. ومن هنا حضراتكم ممكن اغير التاريخ بالاسهم ديه شهر مارس شهر ابريل شهر مايو. زي ما انا عايز. احنا في شهر فبراير. اه ممكن من هنا اختار اليوم اللي انا عايزه. لو التاريخ مش مزبوط ممكن ازبوطه من هنا يعني. ماشي. طيب ممكن حضراتكم برضو اغير ازبوط الساعة من هنا. الساعة 44 دقائق ممكن اخليها خمسة ستة زي ما نعايز. الدقائق ممكن برضو اعمل خليكة هنا في الدقائق وازود. بالسهم ده او انجس بالسهم ده. هنا السواني نفس النظام. وهنا ميم يعني مساء. ساعة بيسموها اي ام او بي ام. ميم يعني مساء. وصاد يعني ايه صباحا. يعني خليت هنا الساعة ستة واثنين واربعين واثنين وعشرين دقائق لقلت له اوكي. بكتا اقول هنا اوكي. اطلع صحابه دك الوقت تغير بيجي الساعة ستة وكزا. طب عزه رجعه تاني زي ما كان. تشينج ديتان دي تايمز. اجمس اندود اقول له تشينج ديتان دي تايمز. واجه رجع الساعة زي ما كانت حضراتكم. بكتا اقول له ايه اوكي. لابن هنا ممكن حضراتكم اغير التاريخ شوي. اه والوقت. بجوار الساعة حضراتكم هتلاقي في الرمز اللي هو بتاع الصوت. السماعات. لسبيكر. ممكن من هنا حضراتكم اعملت كليكة كده. ممكن اعلي الصوت بالشكل ده اوطيه زي ما انا عايز. لو ضغطت على الزر ده حضراتكم هيعمل لي ميوت للصوت. يعني هيعمل كاتم للصوت. يعني كده لو عندك سماعات مش هتسمع. هيعمل لي ميوت ايه للصوت. هنا لو ضغطت على الميكسر. اجيب لي هنا ازاي اغير ايه برضو الفوليوم ازاي اغير ايه الصوت عليها اوطيه. اطلاحس عدودك في النتوفيكيشن ايري ومنطقة الاستشعار. اتلاقي هنا فيه كارت النت اه. كده بالشكل ده النت واصلة وشغالة زي الفول. يلو دخلت على الانترنت اهو. كده حضراتكم ان دخلت على اليوم السابع. طب انا حضراتكم افرد انا فصلت الانترنت دلوقت. يعني حضراتكم افرد فصلت كابل الانترنت على الكمبيوتر. انا شوف ايه اللي هيحصل. كده انا فصلت كابل الانترنت حضراتكم. اتلاحظوا ان اعمل لي علامة الاكسر. معناه انه ليس اموها مضيقة التشعار انه بتحس بالحاجة. انا حس بكابل النت اللي تشال. لو وجفت عليه كده. بيقول لي. نوت كونيكتد. نو كونيكشن. ار افاليابل. يعني حس بالكابل ان انا ايه شلت الكابل ده. طب هوصل كابل النت هنا حضراتكم. اتلاحظوا حضراتك ويحس بكابل الانترنت. عشان كده سموها منطقة الاستشعار. فقال لي هنا ايه انترنت اكسز. اقال لي هنا حضراتكم انترنت اكسز على الانترنت ايه وصلت. وبرضو حضراتكم. وبرضو حضراتكم لو انا وصلت الفلاشة بالكمبيوتر. دلوقت حضراتكم اوصل الفلاشة باليو اس بي. اطلعز هنا حضراتكم في منطقة الاستشعار حس بيه بالفلاشة. يعني ظهر رمز الفلاشة عندي. طيب لو حبيت افصل الفلاشة حضراتكم باعمل كليكة هنا. دي حتة مهمة جدا جدا دي. يعني ما ينفعش ان انا شيل الفلاشة مباشرة كده من الكمبيوتر. لازم اعمل لها بالشكل ده. اجي في من ضغط الاستشعار كده. واجي على رمز الفلاشة. اعمل كليكة كده حضراتكم. وبا كده اضغط على اسم الفلاشة كده. اعمل كليكة عليها. اجي داني رسالة قال لي سيف توريموف هاردوير. يعني ان دلوقتي في امان عشان تشيل الفلاشة اللي ايه الخاصة ايه بيك. في الحالة دي اشيل الفلاشة. عشان الفلاشة حضراتكم ما تتلفش تتراشي للتلف. عشان كده دي سموها منطقة ايه الاستشعار. يبا منطقة الاستشعار حضراتكم احيانا برضو بتظهر بعض التحذيرات والتنبيهات في حوقات معينة اثناء العمل. اه فضلا عند حضراتك لما تيجي تقوم بتوصيل جهاز جديد بالكمبيوتر قد يظهر بمنطقة الاستشعار. يظهر له رمز حضراتك ويظهر تنبيه ليه كمان. هتعرف دلوقت حضراتكم ازاي ان نغير لغة الكتابة. لو حضراتك شغال فيه برنامج كتابة حضراتك وعاز يتغير اللغة من عرب الانجليزي. لاحظ حضراتك وجود رمز للغة الكتابة بشريط المهام. ويكون مكتوب عليها حضراتك اي ار. يعني عربي. لو ضغط عليها حضراتك كده. اللي اجي تظهر لي اللغات المتاحة. اللي هي فيها عندك هنا انجليش. اي ان معناها اي انجليش. لو حبيت اغير لغة الكتابة الى ارابيك اختار اي ار. لو حبيت اخلي لغة الكتابة انجليزي. يبقى من هنا حضراتكم. من هنا حضراتكم اختار اي ان يعني اي انجليش. لو جربناها حضراتكم في برنامج زي الورد. كده حضراتكم من اللغة الكتابة ايه ارها? ارابيك. لو حبيت اكتب اسمي مثلا. احمد. اكبر الخط حضراتكم عشان يظهر شوية. بفكري. لو حبيت حضراتكم ان انا اكتب بالانجليش. يبقى اجي هنا على الرمز اللغة. اعمل كليك عليه كده واختار اي ان. في الحالة دي هكتب انجليزي حضراتكم. احمد. اه فكري. وممكن حيك لو ضغط alt shift هيبدل لي بالعربي والانجليزي. alt shift مع بعض. يعني اضغط alt وستمر ضغط عليه. وفي نفس اللاحظة اضغط عليه shift هيحول لي من عربي الانجليزي والعكس. هتعرف دلوقت ان شاء الله. على كافية اضافة اشريطة الى شريط المهام. هعمل كليك كمين حضراتكم. على شريط المهام واختار الى properties. هزهر للسندوق ده حضراتكم. اللاجي هنا حضراتكم في الشيحة اسمها ايه? toolbars. بيقول هنا select which tool bar to add to the task bar. عاوزي تضيف انهي شريط الى شريط المهام. هنضيف مسلا حضراتكم الدسكتوب. واجه اضغط عليه اوكي. اتلاقي هنا حضراتكم اضافة الدسكتوبة هو. لو ضغطت عليها كده. اللاجي اجاب للحاجات الموجودة على سطح المكتب. يعني اجاب للكمبيوتر هو. فيه C والD والA والCD rom. control panel. recycle bin. ودي الحاجات الموجودة على سطح المكتب حضراتكم اللي هي الحاجات دي. يبقى انا اضيف دلوقت شريط ادوات على شريط ايه? المهام. ده لو حبيت اشيله الشريط ده حضراتكم. اعمل click a mean على شريط المهام واختار ال properties. واجه هنا اعمل ايه? اختار toolbars. واجه اشيل علامة الصح ديه. واجه اقول له ايه اوكي. كده انا شيلته من على شريط ايه المهام. ده فيه طريقة تانية حضراتكم عشان اضيف على شريطها لشريط المهام. اننا هعمل click احضراتكم في اي مكان خالع على شريط المهام. هتزال القيمة المختصرة. منها اضعط على toolbars. ماشي منها دي اضعط على ايه هنا اختار الشريط اللي انا عايزه. بسيء الادرس او ال linkist او ال desktop او ممكن ال lango j bar. اختار مسلا desktop. ونفس اللي احنا عملناه حضراتكم اضاف للشريط بتاعه. ال desktop. لو عايزة لغيه برضو click a main toolbars. ويشيل عامة الصح الجدام من دستوبة اللي جيه كده تشال. اطلاحظ حضراتكم من ضيقة الاستشعار احيانا بيكون المكان مش مش سايع الحاجات اللي موجودة فيها. فتلاحظ ان فيه سهم هنا حضرتك فيه بعض الحاجات اهيه. زي برنامج دي بفريز ظهر ليه. يعني لو فيه حاجة مش ظاهرة عندك ممكن اضع تسهم كده. اللي جيها موجودة فيه في الجزء ده. اه في ملحوظة مهمة حضراتكم دي بفريز الوقت مش فعال. لو كان فعال حضرتك مش هتقدر تضايق اتغير التاريخ وايه والوقت. انشاء الله كيفية اضافة شريط جديد الى شريط المهام. عشان اضيف شريط جديد الى شريط المهام حضراتكم. اعمل كليك كايمين على شريط المهام في اي مكان خالي. تظهر القيمة المختصرة اختار منها تول بارز. تظهر لي قيمة فرعية. اختار حضرتكم منها انيو تول بار. تظهر نفذة حضرتكم. احدد منها المجلد اللي انا عايز اعمله كشريط ادوات جديد على شريط المهام. فمسلا لو اخترنا من هنا الاي. باكد اخترنا المجلد ده. اهمد ريكورد عشرين عشرين. باكد اقول له ايه سيليكت فولدر. اللي اضاف لمجلد حضراتكم هنا هو بنفس الاسم على شريط ايه المهام. لو حبيت اشيله حضراتكم. اعمل كليك كايمين في اي مكان خالي على شريط المهام. اختار تول بارز. هتظهر القائمة الفرعية. اشيل اعلامة الصح من قدام اسم المجلد. اللي انا كنت حطه كشريط ادوات على شريط المهام. كده اختفى. هنجح دلوقت ان شاء الله كيفية اظهار واخفاء اللانج جبار. اللي هو ده حضراتكم. زي اظهره واخفيه. ده حضراتكم اروح الكنترول بانيل. ستارت. كنترول بانيل. واجه هنا حضراتكم من الجزء كلوك لانجوج اند ريجون. اضغط عليه تشينج ديسيبلي لانجوج. اظهر لسندوق ده حضراتكم. من التبويب كيبورد اند لانجوج. اضغط على تشينج كيبورد. اظهر لي صندوق حواري اخر. اختار منه التبويب اللي اسمه لانجوج بار. اجه اقول له كده ايه? هيدن. هيدن يعني اخفيه. بكده اقول له اوكي. اوكي. اتلاقي حضراتك شريط ايه? اللغة اختفى من شريط من التاسك بارها. او اللي حبيت اظهره تاني حضراتكم. نفس الخضرات هي هي من الكنترول بانيل. اختار حضراتكم من التشينج ديسيبلي لانجوج. بعد كده من التبويب كيبورد اند لانجوج. اختار تشينج كيبورد. اظهر لي صندوق حواري اخر. من اللانجوج بار. اختار حضراتكم احنا كنا مختارين هيدن. هنخفيه. لا اقول له ايه? اه دوكيد ان زا تاسك بار. اموكي نحطه على الديسك توب. فاختارينا دوكيد. اون زا تاسك بار. اوكي. 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 يبا كده حضراتكم اضافة هو الى ايه? التاسك بار. هنشر هذا الوقت ان شاء الله كيفية اضافة ايقونات الى شريط المهام. او حزف ايقونات منه. طلعت حضراتك هنا. ايقونة الفايرفوكس موجودة على شريط المهام. لو حبيت احزفها منه حضراتكم. اعمل كليك كايمين عليها كده. تظهر للقائمة المختصرة. اقول له ان بين زيس بروجرام فروم تاسك بار. كده اختفت من على شريط المهام. لو حبيت اضافة تاني حضراتكم. هتلاقي البرنامج او الفايرفوكس الايقونات بتاعته شورت كات. اعمل كليك كايمين على الايقونات البرنامج حضراتكم كده. وكي تظهر القائمة المختصرة اقول له بين تو تاسك بار. هي اضافة حضراتكم الى التاسك بار. طب الانترنت اكسبلورر هو لو انا حبيت اشغيلها من على التاسك بار. كليك كايمين عليها. اقول له ان بين زيس بروجرام فروم تاسك بار. طب اللي حبيت اظهر الانترنت اكسبلورر تاني على التاسك بار. هتلاحس ان الانترنت اكسبلورر مش موجودة ليه ايقونا على سطح المكتب. يبدأ اجيبوا مننا حضراتكم القائمة ستارت تختار البروغرامز. هادي هنا برنامج الانترنت اكسبلورر. اعمل كليك كايمين عليها حضراتكم. وقلونا بين تو تاسك بار. يعني اخذنا قبل كده حضراتكم بين تو ستارت منه ازاي اضيفه لقائمة ستارت. لكن دلوقت عاوز اضيفه للتاسك بار اقول له بين تو تاسك بار. او اضاف حضراتكم الى التاسك بار. نضعس حضراتكم انه البرنامج اللي ايكون على التاسك بار. لاحبه تنفيزه وبعمل كليكة واحدة عليه. كده البرنامج اشتغل حضراتكم. لكن لو هو موجود حضراتكم على الديسك توب عشان اشتغلو لازم اعمل ايه كليك. احنا شرحنا جب كده حقكم انه ايه برنامج شغال بتظهر له ايكون على التاسك بار زي البرنامج ده حضراتكم. ده شغال هو الكامتس ستوديو. فتلاقي ليه ايكون على التاسك بار لو انا جفالته هتشهد الايكونة دي. نكتف حضراتكم بهذا القدر من شيء المهام. وان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله هنتعلم ازاي كيفية كيفية التعامل مع الملفات والمجلدات. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.